اهلا بكم في مرايا العصار بل العصير اللي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية كانت مثيرة وخطيرة ليس فقط في رهبتها ويظهرها لضعف الإنسان أمام السلطان الطبيعة بل أيضا في كشفها عن الجيد والرديء من الأخلاق والانفعالات البشرية مع أو ضد الأصل في الإنسان هو التعاطف مع الإنسان الآخر والمجتمعات الأخرى في لحظات الكوارث الطبيعية زلازل، براكين، أعاصير، فيضانات، مجعات وفي أوقات تفشي الأوبئة المبيدة هذا هو الأصل في الإحساس الإنساني ما لم يفسد هذا الأصل لوثة من كراهية أو تمييز أو حقد مقدس مسقي بماء الأوهام نتذكر كيف تعاطف الأسوياء من البشر من مسيحيين وغير مسيحيين ومسلمين طبعا وعرب وعاجب مع مأساة الناس المسلمين في أندونوسيا حين ضربها إعصار مشابه ومع أهل الصومار والسودان في أزمنة المجاعة طبعا هذا ليس غريبا هذا هو الأصل الغريبا تتوقع ردة فعل مختلفة لكن مع الأسف هذا ما حصل من قبل بعض حراس الكراهية وجراع الحقد مع إعصار إيرما الرهيب الذي ضرب ولاية فلوريدا في أمريكا بصراحة أكثر كلام يستفز العاقل أنا شخصيا يستفزني من قبل بعض المتحذلقين إذا تحدث عن إعصار إيرما يعني على أساس أنه بيرد على اللي يقولون كلام فيه كراهية أو ما يشبهها من الحوادث في البلدان غير المسلم إيش يقول لك؟ يقول لك يا خلا تدعون عليهم وتشمتون فيهم ناس فيهم ناس من المسلمين وفيهم أبناء أنا الطلبة هذا كلام مرة سيئ وما في خير يعني لو ما في ناس أمريكان مسلمين في فلوريدا وما فيه على قولاتهم عيالنا الطلبة في فلوريدا يعني بنفرح بإعصار إيرما ونشمت بالناس يعني إذا فقد الإنسان جوهره وهو الإنسانية صار يعني مش زي الجماد والحيوان بس أسوأ لأن الجماد جمد لا حس فيه والحيوان يتصرف وفق غرائزه الفطرية والطبيعية أما الإنسان فهو في هذه الحالة المتوحشة تخلى بمحظ إرادته عن كونه إنسانا لكن لو خلية لخريبة والجميل أن جل المسلمين حكومات وشعوب تعاطفت مع أهل فلوريدا وهذا الطبيعي وشعب الولايات المتحدة كله لأنهم أعني المسلمين قبل وبعد كونهم مسلمين هم جزء من الأسرة الإنسانية سكان هذا الكوكب ولأن دينهم هو دين الرحمة وربهم هو الرحمن الرحيم ها هو إعصار إرما يصل إلى قوته القصوى كإعصار من الفئة الخامسة ليتقدم إلى كوبا ثم إلى ولاية فلوريدا الأمريكية لم يستفق الأمريكيون بعد من تداعيات الإعصار هارفي الذي اجتاح ولاية تيكسس وأودى بحياة نحو ستين شخصا وسبب أضرارا تقدر بمائة وثمانين مليار دولار لتنتقل الكارثة عينها إلى رابع أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان ولكنها هذه المرة تحمل اسما مختلفا وربما نسبة دمار مغيرة نحن شفنا جانب من هذه المعساة في إعصار إرما الرهيب لكن كيف تفاعل بعض المرضى النفسيين مع هذه المصيمة الجلل وباسم الإسلام للأسف لكن حاشة للإسلام والمسلمين من أمثال هذه الأفعال والكلمات اللي تشوفون على الشاشة هو بعض تعليقاتهم على تويتر وللأسف يجدون من يصدقهم ومن يدافع عنهم مهما بلغ عددهم ولكن لحسن الحظ غالبية الناس هم ضد مثل هذه الكلمات السامة ومثال نقي على ذلك مثال لا أحصره فيهم الطلبة السعوديون في أمريكا ليست صورة تذكارية لرحلة سعوديين في الولايات المتحدة بل هي لمبتعثين سعوديين تطوعوا لأعمال إغاثة لخدمة المجتمع الأمريكي المتطوعون في منظمة هاند باي هاند بالولايات المتحدة ساعدوا الآلاف من الناجين من أعصار هارفي الذي غمر تكساس بالفيضانات هذه المنظمة تهدف لرعاية ثقافة التطوع في مجالات عدة وعرض رؤية المملكة العربية السعودية عشرين ثلاثين أنا اتفاجأت أنا وصلت من واشنطن إلى هيوستن يوم الخميس قبل بداية أول عمل تطوعي بتقريبا خمسة عشر دقيقة لقيت قدامي أكثر من خمسين متطوع وكان باقع تقريبا على الإفطار خمسة وأربعة ساعات جهزوا أكثر من ثلثمية ألف وجبة تمرعت بها أرامكو لم تنتهي مهمة الفريق مع إعصار هارفي بل ما زالوا يمدون يدلعون لأصحاب البيوت المتضررة من الإعصار بارك الله عملكم وبيض الله جيهكم ونعم السفراء أنتم ومن لا خير فيه للآخرين تخير فيه لنفسه ولأهله يقول 92% من المسلمين هنا إنهم فخورون بكونهم أمريكيين و80% يقولون إنهم راضون عن الطريقة التي تسير بها حياتهم رغم أن 64% من المسلمين الأمريكيين يقولون إن البلاد بشكل عام تسير في اتجاه سيء وفي إشارة إلى اندماجهم في المجتمع يقول 95% من المسلمين إن لديهم أصدقاء غير مسلمين بل حتى أن أغلبية المسلمين في الولايات المتحدة يقولون إن أغلبية أصدقائهم هم من غير المسلمين وهذا الطبيعي لأن المسلمين مثل ما قلنا كل المسلمين مش شعب واحد من المسلمين هم جزء من هذه الأسرة الإنسانية وجزء من بشر الأسويع فيتصرفون بمقتضل الإنسانية هذا هو الحق ولا حق سواه وهذا هو العدل ولا عدل عداه والناس كل الناس عيال الله ومعنى أنهم عيال الله كما جاء في الآثار الدينية الإسلامية يعني مش تعبيري هذا أي أن الخالقاء تكفل بهم كلهم مثل ما كشف إعصار إيرماو وغير من الأعاصير عن ضعف الإنسان أمام الظواهر الطبيعية وكشف عن معاناة أهل فلوريدا كما كشف أيضا عن قوة النظام الأمريكي في وقت الأزمات وتعاضد الشعب كما كشف عن هذه الأشياء هو كشف أيضا عن قلة مريضة من رعاة الكراهية وكثرة كاثرة من حسن حظنا من أهل المحبة والنخوة من المسلمين إعصار إعصار فعلا طبيعي ومائي وإعصار أخلاقي قال الإمام الشافعي لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر